موسيقى موسيقى وهو بيصلي بالزبط وهما بيصلوا كانت الآية اللي بتقول كده يا أخت هارون ما كان أبوكي مرأة سوئن وما كان أمكي بغي المفروض أن الكلام ده من القرآن بيكلم مريم العذرة لما دخلت عليهم الناس كلها طبعا المسلمين عارفين الآية ده لما دخلت عليهم بيسوع أو بعيسى بيقول لها أنت جايب أدم نين يا أخت هارون ما كان أبوكي مرأة أبوكي راجل كويس وأمك ست كويس أنت إزاي تأتي بشيئا فريا فسحبتي بعد ما المؤزن خلص قالت لي معناها أمرها ما تكلمت معي في حاجة تخص الإسلام لأنا بتخاف قالت لي هو ربنا بتاعك ومش بيعرفي عد ولا هو الكتاب بتاعك وفي غلطات إحنا كنا على درجة عالية جدا من الصداقة فأنا بسطلها بشزرا على طول راح يتمكملها قالت لي هارون اللي هو بيتكلم عليه ده مش أخه مريم العدرة أنتو الكرآن بتاعكو بيقول أن العدرة كانش ليها أخوات هارون ده أخه مريم واخت موسى واخت موسى بينهم فترة طويلة مئات السنين إزاي حط ده مع ده هي على ما خلصت الجمل 1500 سنة أنا يعني اللي كنت فهمها أنهم 400 وده غلط برضو حتى لو كان يوم واحد الله دقيق جدا فكل الشيء بيصنعه مهم هي قالت الجملتين ده ليه وخرجت اللي قالته ده كان بالزبط زي العصاية اللي قسر بيها لوحة إزاس كبير وتشرخ بس ما وقعش زي هني تشرخ ودي كان التاني ورقة بازل بالصورة الكبيرة موسيقى